بروكسل تنضم إلينا وردى غانم خبيرة الشؤون الأوروبية سيدة وردى أهلاً ومرحباً بك حول تفاؤل الأوروبي باتفاق مع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا جاز التعبير نطلق عليه تفاؤل كيف سيكون الأمر أو إلى أي مدى يمكن لنقطة جبل طارق عرقلت هذا الاتفاق أو التصويت عليه؟ نعم مسألة جبل طارق مسألة هي من المسائل الأخيرة المتبقية والتي تعرقل أو تشوش على هذا الاتفاق الاتفاق يقول الجميع هنا في بروكسل أن هذا الاتفاق لم يحل كل المسائل لازال أمامنا مشكلة الصيد البحري ولازال أمامنا مشكلة جبل طارق هناك حالياً حتى الوقت المتبقي على القمة يوم الأحد عدة مشاورات تلعب فيها المفوضية الأوروبية دور المنسق ومحاولة تسهيل عملية الحوار بين بريطانيا وأسبانيا لا ننسى أن موضوع جبل طارق موضوع قديم وهو صراع على السيطرة منذ قرون المشكلة أن وجود جبل طارق وجود إسبانيا وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات طويلة لعب دور كمسكن لهذا الجرح الآن خروج بريطانيا سيعيد فتح هذا الجرح ويعيد فتح النقاش طيب ماذا لو لن تصوت إسبانيا يوم الأحد المقبل على الاتفاق سيدة وردان؟ نعم إسبانيا هي تهدد بعدم التصويت ولكن التصويت سيتم يوم الأحد على أساس الأغلبية إذن رفض إسبانيا قد لا يعرقل بالضبط مسيرة هذا الاتفاق ولكن سيتم حل مشكلة جبل طارق خلال المرحلة القادمة على أساس أنه لدينا فترة كافية هي الفترة الانتقالية التي سيتبق فيها القوانين الأوروبية كما كان في السابق لا ننسى أن الإعلان السياسي اليوم حول مستقبل العلاقات تحدث عن إمكانية تمديد المرحلة الانتقالية لعامين إضافيين يعني حتى غاية عام 2022 وفي هذه الحالة وقت كافي لتسوية الخلاف بين إسبانيا وبريطانيا ولكن أيضا مثل ما تحدثت هناك مسائل أخرى عالقة لا يزال التوتر مخيما بدخول السفن الأوروبية المياه الإقليمية البريطانية إذن كيف ستكون التوقعات ليس جبل طارق فقط؟ طبعا هناك أمور أخرى ولكن لم تظهر أي دولة حتى الآن اعتراض على هذا الاتفاق الجميع يقول أن الاتفاق الأول هو اتفاق الانسحاب هو اتفاق جيد بالصيغة الحالية ويجب حل كل المشاكل ضمن إطار الإعلان السياسي الذي يحدد المرحلة الانتقالية لدينا الآن صدر اليوم إعلان سياسي من حوالي 30-36 صفحة يتحدث عن ترتيبات ما بعد أو يحدد أطر المرحلة الانتقالية إذن هو إطار عام للمفاوضات يمكن أن يدرج تحته بنت كل البنوت العالقة والتي لا تزال بدون حل هذا الأمر يمكن أن يهدئ من مخاوف البريطانيين ومن مخاوف الأوروبيين أيضا على أساس أننا سنؤمن الانسحاب وكل ما يبقى وكل ما يشكل إشكالية لدينا مزيد من الوقت لحله عبر مفاوضات أخرى للتوصل إلى اتفاق شراكة نقول هو اتفاق شراكة معمقة اتفاق شراكة من نوع خاص لم نعرف ما هو شكله حتى الآن ولكن هو سيكون اتفاق شراكة من نوع خاص يليق بدولة سابقة شكرا جزيلا وردغانم خبيرة الشؤون الأوروبية كنت معنا من بروكسل شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة